قسم المنطقي والمفرد إلى كسمين الأول الجزئي والثاني الكلي ما الجزئي؟ الجزئي هو ما يمنع لنفس تصور مفهومه أو معنى موقوع الشرك فيه أو هو ما يطلق على شيء واحد بالذات المشخصة فيخص شيئا واحدا دون غيره ولا يشارك فيه سوى كزيد مثلا عندما نقول زيد هذا مفرد ويدل على شخص بعينه إذن نفس تصور معنى يمنع من وقوع الشرك فيه إذا قلت مثلا جامعة مثلا قلت جامعة وأنا أريد الجامعة التي أنتمي إليها فإن تصور معنى الجامعة التي أنتمي إليها يمنع من أن تشاركها الجامعة الأخرى وإن كثرت الجامعات في الدنيا الذهن حين يتصور الجزئي وهو زيد هنا مثلا في المثال السابق لا يستطيع أن يجعل دالته لأكثر من شخص واحد ومن أمثلته مثلا أسماء البلدان والمدن والجبال والأنهار والبحار والمحيطات عندما أقول الفرات يتبدل ذهن النهر المعروف عندما أقول السعودية يتبدل ذهن الدورة المعروفة وإن كان يحتمل أن يكون الإسم هذا لأكثر من مكان لكنه يمنع تصور المعنى الذي أطلقت عليه هذه الكلمة على شيء معين من أن يشترك معه غيره فيه حتى وين سمح الإسم بذلك مثلا عندما أقول مثلا زيت ألا يحتمل أن يتسمى بهذا الإسم؟ يعني مئات الأشخاص أو آلاف؟ بلى لكني أريد شخص معين فنفس تصور معناه يمنع من وقوع الشرك فيه الجزئي ينقسم إلى قسمين الأول الجزئي الحقيقي والثاني هو الجزئي الإضافي الجزئي الحقيقي هو العلم بنوعه أي علم الشخص وعلم الجنس فعلم الشخص كزيت لأنه علم على شخص معين وعلم الجنس كأسامة فإن أسامة علما لجنس الأسد ويلحق به ما جرى مجرى كالإشارة والضمير والإسم الموصول على قول ما يقول إنها جزئية هذه الأشياء يقال بأنها جزئية فيتلحق بالجزئي الإضافي يلحق بالجزئي الحقيقي وهو من أنواع علم الجنس فعندما أقول الذي هنا الذي مثلا أو التي هذا علم جزئي حقيقي وهو علم لكنه علم جنس لماذا؟ لأنه يندرج تحت الذي كثير والتي كثير من الناس هؤلاء كثير هذا يندرج تحته كثير لكن إذا قلنا مثلا زيت فإنه علم على شخص معين إذن هذا فرق بين علم الشخص وعلم الجنس علم الجنس نعم علم مفرد واحد يطلق على كأنه يتبادر الذهن أنه واحد إما جنس واحد أو مفرد واحد لكنه يمكن يسمح ليندرج تحت أشخاص كثير وأسماء كثير وأما علم الشخص فإنه لا ينطبق إلا على شخص واحد الثاني من أقسام الجزئي هو الجزء الإضافي وهو كل كلي مندرج في كل أعم منه فالإنسان مثلا كلي بالنسبة إلى زيد وعمر وجزئي بالإضافة والنسبة إلى الحيوان لأنه نوع من الحيوان لأن الحيوان ينقسم إلى إنسان وغير إنسان كالفرس مثلا والإنسان الإنسان جزء من الحيوان والفرس جزء من الحيوان وكلي بالنسبة لزيد وعمر وهند وليلة ونحو ذلك لأنه يشملها كلها الإنسان فرد من أفراد الحيوان فهو جزئي بالإضافة إليه وهكذا الحيوان فإنه كلي بالنسبة للإنسان والفرس وجزئي بالإضافة إلى النامي عندما نقول جسم النامي مثلا جسم النامي منها الحيوان ومنها النبات فهو إضافي بالنسبة إلى النامي وهو كلي بالنسبة إلى الإنسان والفرس القسم الثاني هو الكلي هذاك الجزئي تائنا منه وهو الكلي ما الكلي؟ الكلي ما لا يمنع نفس تصور معناه موقوع الشركة فيه وهو هذا الذي يكتسب العموم فعلا لا يمنع نفس تصور معناه موقوع الشركة فيه إذا كنت تتصور أنت من معنى معين فإن هذا المعنى الذي في ذهنك لا يمنع من أن يشترك فيه أشخاص كثير أو أسماء كثير أو أعلام كثير فيدخل في مدلوله أفراد كثيرون كالأسد مثلا أنت تتصور الأسد نعم بهيئة معينة حيوان أبخر له شكل معين ومفترس وشجاع لكن نفس هذا التصور لا يمنع من أن يندرج فيه آلاف الأسود على وجه الأرض وكذا الإنسان تتصور أنه القائم المتحرك الماشي الناطق المتدين لكن هذا التصور لا يمنع من أن يندرج فيه مليارات من البشر الآن والحيوان والرجل والمرأة هو نحو ذلك أقسام الكلي ذكر العلماء تقسيمات مختلفة للكلي باعتبارات مختلفة منها وجود أفراده وعدمه فقسموه إلى ما يوجد منه فرد أصلا كالجمع بين الضدين والشريك الإله وبحر من زئبق وجبل من ياقوت وما وجد منه فرد واحد فقط وهو الإله الحق والشمس والقمر ووجد منه أفراد كثيرة إما غير متناهية كالأعداد ونعيم الجنة أو متناهية كالإنسان والنبات من تقسيمات الكل تقسيمه باعتبار استواء معناه في أفراده وتفاوته ويقسم إلى متواطئ ومشكك فالمتواطئ ما استوى أفراده في معنى كالإنسان والرجل والمرأة يستوي أفراده في كلهم في الإنسان يستونوا في الرجول كلهم يستون في أصل الرجول والمشكك ما تفاوت أفراده في معناه بالقوة والضعف كالنور النور متفاوت ما بين على درجات النور وما بين أدنى وكذا البيض من تقسيمات الكل تقسيمه باعتبار تعدد مسمى وينقسم إلى مشتركه منفرد فالمشترك متحد لفظه وتعدد معناه كالعين للباصرة والجاسوس والجارية والحيظ والطهر والمنفرد ما له مسمى واحد كالإنسان والحيوان فإن الحقيقة الذهنية التي يمسمى اللفظ واحد وإنما التعدد في الأفراد الخارجية فقط ومن تقسيمات الكل تقسيمه باعتبار اندراجة في الذات وخرج عن معناها وينقسم إلى ذاتي وعرضي ما كان من الذات يسمى ذاتي وما كان خارج عن الذات يسمى عرضي وهذا التقسيم الأخير هو الذي يهمنا هنا الذاتي هو الكلي الذي يدخل في حقيقته الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس فإن الحيوانية جزء من الإنسان والفرس الحيوانية جزء من الإنسان والفرس والعرضي هو الكلي الذي يكون خارجا عن الذات أو الكلي الخارج عن ماهية ما تحتمل أفراد فيمكن تصور الذات بدون تصور مثل الضحك يمكن أن ينفك عن الإنسان المشي يمكن أن ينفك عن الإنسان المتنفس يمكن أن يكون بعيد عن الإنسان يكون الإنسان مثلا ميت غير متنفس ويسمى إنسانا ثم إن الكلية الذاتي ينقسم إلى ثلاثة أقسام جنس وفصل ونوع والجنس والفصل جزءان لماهية به ما تتحقق وأما النوع فإنه تمام لتلك الماهية وسيأتي لذلك كل مزيد أمثلة مثلا قولنا الحيوان الناطق إنسان الحيوان جنس للإنسان وهو جزء من ماهية وحقيقته لأن الحياة الحيوان نسبه للحياة والحياة هي التي تتركب منها الإنسان والناطق فصل له يميز عن بقية أنواع الحيوان وهو الجزء الثاني المكمل لماهية وكلاهما قد اندرج في ماهية الإنسان فكان كليين ذاتيين والنوع الذي هو الإنسان تمام لماهية فهو كل الذات والكل العرضي ينقسم إلى كسمين العرض العام ويشمل أفراد أكثر من نوع واحد كالمشي بالنسبة للإنسان فإنه عرض عام يشترك فيه الإنسان ويشترك فيه الحيوان وغيره وليس خاصا بالإنسان وحده والعرض الخاص أو الخاصة وتختص بأفراد نوع واحد العام يشترك فيه أكثر من الأنواع وأما هذا نوع واحد الخاصة مثل الضحك، مثل الكتابة، مثل النبح، بالنسبة للكلب، مثل الصياح، بالنسبة للديك وسيأتي مزيد من الإضاحة لهذه الأقسام الخمسة عند بحث الكليات الخمس